نشاط مكثف وحيل جديد لبارونات المخضرات خلال الأشهر الأخيرة على الشريط الغربي للبلاد قابلته حصيلة إيجابية لمصالح الأمن والجيش الوطنيين حيث تم حجز أزيد من 20 قنطاراً في الثماني وأربعين ساعة الماضية بلدية الفحول بولاية تلمسان كان إحدى أوديتها مصرحاً لعملية ضبطت فيها الشرطة القضائية 13 قنطاراً من الكيف المعالج مخبأة بإحكام وسط الأحراش في سياق العمليات المبدولة من قبل عناصر مصالحنا في محاربة ظاهرة تهريب المخدرات بشتى أنواعها إلى داخل تراب الوطني من الجهة الغربية قامت عناصر مصالحنا في المدة الأخيرة بتمكن من حجز كمية 1332 كيلوغرام من الكيف المعالج بأنواع مختلفة التي كانت مخبأة في أماكن غابية هذه القضية كسابقتها تمكننا من تعرف على بعض عناصر هذه الشبكة حيث أوقفنا البعض والعمليات متواصلة لإيقاف كافة أعراض أفراد هذه الشبكة سيارة من نوع أودي تخلى عنها صاحبها بالطريق الوطني رقم 7 بالقرب من بلدية سيدي خالد بسيدي بالعباس تمكن من خلالها أعوان جمالك دائرة بن باديس من العثور على أكثر من سبعة قناطير من المخضرات على شكل طرود تحمل رموزا مختلفة تعادل قيمتها المالية 29 مليون دينار جزائرية تمكنت فرقة الجمالك بن باديس التابعة المفتيش تقسام الجمالك بسيدي بالعباس بتاريخ 22-04-2014 من العثور على سيارة مشبوهة تعرضت لحادث سير على الطريق رقم 7 ضواحي منطقة سيدي خالد حيث بعد عملية التفتيش تبينت أنها محملة بكمية معتبرة من الكيف المعالج وقد تخلى عنها أصحابها بعد تعرضهم لهذا الحادث وعليه فإن الكمية المحجوزة قدرت بـ 725 كيلوغرام من الكيف المعالج قيمة البيضاء المحجوزة قدرت بـ 29 مليون دينار جزائري السياسات الحكومية المنتهجة في مكافحة هذه السموم القادمة من المملكة المغربية تبدو برأي المراقبين عديمة الجدوى رغم إقامة الخنادق وتكثيف مراكز مراقبة على الحدود الغربية في ظل تعظم هذه الظاهرة بشكل غير مسبوق